السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعزائي المشاهدين أهلا بكم النهاردة معنا حالة جديدة عبارة عن درسين في تسوس التسوس في أكثر من سطح من الدرس كما ترون الخطة التي جاءة للحالة سننظف التسوس ونضع حشو ليزر أول شيء سنبدأ بها سننظف التسوس من الدرسين كما ترون سننظف التسوس بالتسوس بالتسوس ويكون فيه كولانت شغال لكي لا يحصل فيه حرارة عالية تأثر على العصب الدرس فلازم نعمل بالتسوس وهي الكولانت شغال بالتسوس 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 ونعمل سيئ جيد عندما نضع الحشو هنا المارجن أو الوالز بدأت ان تكون كلين لو هنبص هنا هنشوف هنلاقي فيه تساوس في الجنب الميزيل من الدرس ده معنا ان الحالة دي هتفتح كلاس تو يعني الجنب اللي ناحية الدرس اللي قابليها ده هنضطر ان احنا ننظفه وهيتشال بالشكل اللي قدامنا ده هنا بعد ما ركبنا الروبر دي هم عشان نعمل عزل لان احنا نخط حرس لايزر فلازم يكون عملي عزل كويس جدا طبعا اللي بتركيبه دي حاجة اسمها تفلون لا بساعد ان نعمل عزل كويس يعني اللي سا ما اتطلعش في اللوت اللي بيوجود بها اهو ده اسمه تفلون طبعا الشغل في الفك العلو بيبقى صعب شوية وبالزاد ده درس سابع فالاكسيسابيليتي او الوصول لي بيبقى صعب شوية احنا لو هنبص هلا الدنيا بدأت تبقى مور كلين والعيزوليشن بتاعنا اه وصل اعلى درجة بحيس ما بقاش فيه اي تسويب هنا بنستخدم القالة دي اسمها اكسيكافيتور عشان نطمن ان الفلور او ارضية الكابيتي اي مفاجئة اي تسويب احنا بنشتغل بها بحيس لو فيها اي تسويب اي تسويب اي تسويب اي تسوص اه 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 اي تسويب نقدر نشيله هنا بعد محطينا الريستوريشن بتاعتنا او الحشوة بتاعتنا في الجزئية دي دي بنسميها class 5 هنا بعد محطينا الريستوريشن بتاعتها بحيس نضمن ان المنطقة دي نقفلها و وما يحصلش اي كونتامينيشن باللعاب او في اللود اللي موجود في الجنجر هنا انا اشوفها بالجهاز الليزر هنبدأ هنا خطوات حشو الليزر في الدرسين بقى في الجزء ده من الدرس السابع ده كلاس 1 وفي الدرس اللي هو السادس ده اسمه كلاس 2 اللي احنا بنحط فيه الاسد اتش اللي احنا بتعمله ده حاجة اسمها سيلكتف اتشنج يعني بنعمل اتشنج لطبقة المينة بس اتشنج لطبعا الاسد اتش ده بيعمل ثقوب تغيره في سطح المينة بحيث يساعد ان الحشو تنتج في الدرس لما يجي الخط البومد بتاعه انا بنحصل الاسد اتش ده كويس جدا انا بنركب الرنج ده بتساعد ان الكونتاكت بتاعت الدرس تبقى يعني فيه تايت كونتاكت بينها وما بين الدرس اللي قبل منها بس هنا الدرس اللي قبل منها زي ما احنا شايفين اللي فيه مش احسن حاجة هو معمول الحشو عصب ومحتاج تعمله كراون هنا بنبدأ نحط البومد طبعا لازم نحط على كل الاسطوع بتاعت الكافيتي بنبدأ خطوات حشو الليزر بنحطه في الواب الكومبوزيت او يعني حشو الليزر يعني النوع بتاعه بيكون بيفلو بحيث يملاقي اي موجودة في الفلور بتاعت الكافيتي بقى كاب بنبني الول بتاع كلاس 2 يعني بحيث الحالة تبقى كلاس 1 وبرضو هنا بالتاة الانفولفمنت برضو ده بنعمله بس او بنحط فيه حشو الليزر نكمل حشو الليزر layer by layer نعمل adaptation كويس بحيث المرجن يكون عمل لها سيل كويس طبعا ما بين كل layer و layer بنعمل curing او بنشف الحشوة بجهاز الليزر نعمل light cure نعمل هنا بنبني حاجة اسمها الوبليك ريتش اللي موجود في الدرس السادس طبعا ضروري ان احنا يعني نراعي برضو جزء من الاناتوى بتاع الدرس او مش لازم نرجع يعني مية في مية من الاناتومي بتاع الدرس بس يكون يعني كل كوز باخد الشكل بتاعه الاناتومي او الميجر اناتومين رجعه لشكله الطبيعي هنا لو هنلاحظ ان لايه الوبليك ريتش بدأ يظهر هنا بعد ما خلصنا خالص قبل وبعد هنا الكلاس 5 اللي هنشوفه هنا صورة بعد دي الارقام بتاع تلاحظ ان تتواصله معي ودي صفحة الفيسبوك شير و لايك وصابسكرايب ويارد ما تنسوش تشوف الفيديوهات اللي قبل كده وتتابعوني عن طريق الاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة